افتتح نائب الأول لمحافظي صلاح الدين اسماعيل خدير الهلوب مكتب المعلومات المتعلق بإصدار بطاقات السكن للمواطنين في مطاقة القادسية الشمال تكريتا ظن توجه يزارة الداخلية لتسهيل متعلقات الحياة اليومية للمواطنين ومراعاة التوسع السكاني والاستقرار تم افتتاح مديرية مكتب معلومات صلاح الدين مكتب معلومات القادسية البناء طبعا من تمويل من محافظة صلاح الدين ولاحظنا انه التنفيذ حسب المواصفات والتنفيذ جيد جدا وايضا هناك تأهيل البناء القديمة الموجودة بكل مرافقها بما يتناسب مع الخدمة المقدمة للمواطن اخذنا بنظر الاعتبار راحة المواطن اثناء المراجعة الزخم موجود لكن اقل من السابق هناك راحة المواطنين اثناء مراجعتهم عدم تأخير المعاملات كل هذه الامور وغيرها ايضا سجلنا بعض الملاحظات احنا راح نتعاون مع الجنسية ان شاء الله حتى هاي الملاحظات كلها انحلها بالمستقبل القريب وهذه واحدة يعني من يعني اجت يعني بعد زيارة السيدة المحافظة قبل فترة لهذه الدائرة وكان هناك حاجة كبيرة واليوم انتو شفتو من خلال تجواننا في مرافق الدائرة والتغيير الكبير اللي حصل في الدائرة بعد ما تم تأهيلها والحمد لله